اشتركوا في القناة الهيموغلوبين هو بروتين في كوريات الدم الحمراء يحتوي على ضرات الحديد وهو ينقل البروتين داخل خلايا الدم الحمراء والاكسوجين إلى الجسم فقر الدم شائع كثيرا وبالذات عند النساء والأطفال وله أعراض كثيرة مثل الشعور بالتعب والإرهاق ضباب الدماغ عدم انتظام دقات القلب صعوبة في التركيز ضيق في التنفس الصدع الاكتئاب برودة الأطراف الدوقة عدم انتظام الدورة الشهرية تساقط الشعر وتقصف الأضافة لا يوجد نوع واحد من الطعام الذي يعالج فقر الدم الحل هو اتباع نظام غذاء صحي وشامل وهذه بعض الأغذية التي تساعد في العلاج من فقر الدم التي تحتوي على الحديد أو تساعد في إنتاج أو امتصاص الحديد كوب لبان مع ملعقة من مصحوف جذور الكركم السبانخ والخضروات الورقية داكنة الخضرة الكبدة واللحمة والأسماك الشوكولاتة الداكنة الحمضيات التي تقوّل مناعة وتساعد على امتصاص الحديد بذور اليقطين وبذور دوار الشمس والمكسرات السمسم وبالذات السمسم الأسود عصير الرمان وعصير الشمندر التمر والزبيب والتين والحبوب آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو وشكرا لمتابعتكم من فضلكم اشتركوا بالقناة وتابعونوا بفيديو جديد ودومتم في أمان الله